محمد عبد المنعم في الوقت الحالي لتفادي تفاقم الأمور لأنهم يعانون من أعراض الرشح عد ارتفاع درجة الحرارة سفيا وإحسان الشحات قدان تشكيل الأهل المتوقع ضد الدخلية بالدوري يحل فريق الأهل ضيفاً سقيلل على نظيره الدخلية على الساد السويس الجديد مع دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الإصارة والمطعة القروية وحقق الأهل الفوز في أول جولتين ويسعى للعلامة الكاملة بينما يطلع الدخلية لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما تعادل مع طلاء الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندري ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهل كالتالي حرست المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمود متولي ياصير إبراهيم أيمن أشرف كريم فؤاد خط الوسط حمد فتحي أكرم طوفي أحمد عبدالآدر برونوسافيو خط الهجوم شهد حسين محمد شريف ويغيب عن الأهل في مباراة الدخلية كل من أليو دينجا ومحمد عبد المنعم ورامر رابع وعمر حمدي وعلي معلول وحسن الشحات وعمر السلية للإصابة بينما يغيب طهر محمد طاهر وكهربا للإيقاف محمد محمود وزياد طارئ لأسباب فنية كلر يطلب إعارة سلاس الأهل في المراكات الشتوي منح السويسري مارسل كلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل الضوء الأخضر لإدارة القرى لرحيل ثلاث لعبين عن صفوف الفريق في المراكات الشتو المقبل على سبيل الإعارة لمنحهم فرصة المشاركة والاستفادة منهم في الموسم الجديد حال الحاجة إلى خدماتهم ووفق السويسري مارسل كلر على إعارة محمد محمود وزياد طارئ ومصطفى سعدي ميسي خلال المراكات الشتو المقبل ملعب أونطايم صاب الرحيل على المعلول أفضل ظهر أيسر لعب في مصر والنادي الأهل محمد صلاح ينفرد بصدارة هدف دوره أبطال أوروبا لهذا الموس ويعاد الرقم جيرارد كأكثر لاعب لليفربول في البطولات الأوروبية على مدار تاريخه